أمن موليد تانتا تلاتة واربعين تسعة عشرين أبريل تلاتة واربعين كنت في مدرسة حكومة كانت تدريس حلوة آه 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 كانش فيه دروس لا ما كانش فيه دروس كنا نجيد الانجليزية والفرنسية على فكرة يعني هو مدرسة حكومة كان الخايب يودون مدرس خاصة شاطرين مدرسة حكومة صحيح يعني الصور كانت مقلوبة شوية كان بقى في الوقت ده كان عندي أخت في الأمريكا مشن سكول فكانت تسمع فطبعا إيه وعندي أمي بتلعب بيانو كلاسيك وتمسك العود تغني ومكالسوم وتقسم ومتاع فطبعا ما بين الغاربي اللي بتسمع أختي والشرقي الأصيل اللي الأم بتعزفه فأنا زي ما تقول كده مينة موحد القطرين أو ضربوك في الخلاط بالضبط فأول فجأة عملتها الحقيقة كانت في طنطر في حتة عندنا عندنا النادي وعندنا المنتزر ده الحاجتين اللي كانوا موجودين رحنا المنتزر وجبت شوية صحابي اللي بيلعب جيتار واللي بيلعب دفتار أخين بيلعبوا إقاعوا وأكوردون وبتاع وأنا بيلعب بيانو وجبنا أحد بيلعب كمان جاء وأبو بيلعب كانت الفلقة مختلطة بقى بين الأب والإبن والإخوات ويعني وقلت للناس بتوع المنتزر ده إحنا عايزين نلعب مع عندكم قالوا مالو أنت تقريبا كنت وقتها 16 سنة قبل كمان قبل 16 أه قبل ما كنت أخش في السنوية العامة دي في حاجة بقى فكرتيني بيها حداتك إن إحنا إيه من كتر ولعنة بالموسيقى وإحنا لسه في السنوي كان فيه عندنا قضة موسيقى آه في المدرسة فكنا بالليل ننط الصور نقش المزيكة نقش المدرسة مش ننط من المدرسة آه ونفتح قط الموسيقى ونوع الناس الفراشين بلغوا الناظر إن الأوضة دي مسكونة وفي عفريد بالليل بتهجل أوه ما هاتش يعرف وهي غريبة فعلا حبيباك الولاد بيهربوا من المدرسة مش بيهربوا ليل المدرسة الزب آه فالناس دول عملنا فرقة وبعدين لما لعبنا أول مرة ابتدوا لقوا إن الناس بتيجي وحاجبهم الموضوع فابتدوا يعملوا لنا إيه آآ أجر تافه آه اللي هو إيه نتعش آه يعني أول أجر ليه كان عشه آه طيب كويس وإحنا ما كناش ناظرين لكده إن كل فرقة كانوا أولاد ناس كويسين آآ